ورح أتكلم عن بعض الأمثلة خليني أتكلم عن بعض الأمثلة عن أشخاص قاوموا فكرة الصليب في الكتاب المقدس خليني أخذ واحد من أعظم تلميذ المسيح وهو بوتروس الرسول اللي كان أقرب تلميذ ليسوع المسيح هو ويحنى الذي قال أعظم الإعلانات عن يسوع المسيح واحد من أعظم الإعلانات في قيصرية فليبوس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طوبة لك يا سمعان بن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السموات وأنا أقول لك أيضا أنت بوتروس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح الملكوت بعد كل هذا المديح والطوبة والتهنئة على أعظم إعلان قدموا بوتروس الرسول في قيصرية فليبوس ولأول مرة مع أنه تكلم برموز المسيح وتكلم عنه عن غرض مجيء ولكن لأول مرة يعني بيحكيها من الآخر أنه أنا الغرض من مجيئي قالها في قيصرية فليبوس تكلم أنه ابن الإنسان رايح لأورشاليم رح يسلم إلى رؤساء الكهنة رح يتقلم رح يصلب رح يقتل وفي اليوم الثالث يقوم كنا نظن بعد هذا الإعلان العظيم اللي هنأ المسيح فيه بوتروس الرسول ولكن للأسف كان الرسول بوتروس يعتبر من أول حزب المعارضة يعني كان من حزب المعارضين على موت يسوع المسيح على الصليب وقال له حاشاك طبعا القصة موجودة في بشارة متى الإصحاح السادس عشر وماذا كان رد يسوع المسيح كان رد صادم قال لبوتروس اذهب عني يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله تهتم بما للناس خيل اللي قال أنت هو المسيح ابن الله الحي قال له يسوع اذهب عني يا شيطان لم يدرك فالمسيح لم يساوم لا يا بوتروس انت فهمان غلط أنا جاي من أجل هذا الغرض مجرد أنه يعترض على ما قاله يسوع المسيح كان رد المسيح بدون أي اعتذار كما كان يرد على رجال الدين اليهود ولكن هنا الرد على واحد من أقرب التلاميذ على بوتروس الرسول قال له اذهب عني يا شيطان فإذا بالنسبة ليسوع المسيح مع كل احترام لكل من يشاهد فالذي ينكر صليب المسيح وكأن المسيح يقول له ابعد عني يا شيطان لأنه هو من أعداء الصليب ويوافق مع فكرة الشيطان الذي يقاوم فكرة الفداء وفكرة الخلاص بواسطة يسوع المسيح اشتركوا في القناة